السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن كلمات تأتي سوية إذا نحفظها بالتالي أستطيع أن نستخدمها بسهولة باللغة الإنجليزية نأخذ بعض هذه الكلمات بعدها نأخذ العديد من الأمثلة والجمل بحيث تصبح هذه الكلمات تصبح سهلة go through go through بمعنى يعبر أو يمر من خلال شيء ما go through إذن نحفظها يعبر أو يمر get a bus إذن يذهب بالbus taxi إذن سيارة الأجرة train قطار إذن get a bus إذن يذهب ب يعني يحصل على bus نحن نعرف get معنى أيضا يأتي يشتري get مثل buy لكن تأتي أيضا بمعنى يذهب ب get off get off معنى ينزل get off a bus ينزل من الباس get off train يعني ينزل من القطار get off ينزل get on a bus يعني يصعد get on معنى يصعد أو يركب get on a bus go by bus إذن يذهب ب أو عن طريق أو بواسطة الحافلة bus أو الباس أو الحافلة plane بالطائرة go by إذن يذهب ب take time نحن نعرف take يأخذ وقت يعني يستغرق إذن يستغرق وقت ما take بمعنى يستغرق go up بمعنى يصعد مثل معدل ما أو رقم ما يصعد أو يرتفع go down بمعنى يهبط أو ينزل رقم معين إذن ينزل go up إذن يصعد أو يرتفع go down يهبط أو ينزل go through get a bus taxi train get off a bus get on a bus go by bus plane take time go up إذن بهذا الجمل رح نتعلم نستخدم get go take طبعا الـ S هذه وضعناها لماذا؟ لأن الفاعل هي إذن دائما بالمضارعة البسيطة كان الفاعل هي وشيئة نضيف الفاعل S نسمي S المفرود الغاب every morning he gets goes takes stuck in a traffic jam on the way to work every morning يعني في كل صباح he نستخدم get go take what do you think؟ ما هو برأيك الإجابة الصحيحة؟ عندنا stuck stuck in بمعنى يعلق في stuck in يعلق في نحفظها دائما مع بعض تأتي get stuck get stuck get stuck بمعنى يعلق في traffic jam يعني في الازدحام المروري نحفظها jam ازدحام traffic jam الازدحام المروري on the way في الطريق أو في طريقه to work للعمل إذن get stuck بمعنى يعلق في الزحمة إذن صلح الجملة في كل صباح يعلق في الزحمة المرورية في طريقه لها العمل every morning he gets stuck in a traffic jam on the way to work في طريقه لها العمل إذن نحفظ كمية traffic jam ازدحام مروري نحفظ on the way في الطريق to work لها العمل وأيضا نحفظ get stuck بمعنى يعلق in يعلق في الاس هذي كمان قلنا لأن موجودة هي دائما بنظرنا بسيط نضيفها نسميها اس المفرد الغاب أو اس الشخص الثالث it's quicker to get go take buy bus إذن نستخدم get go take it's quicker إنه من الأسرع نعرف إحنا quick سريع المعظيف er صوت مقارنة طبعا تصبح quicker أسرع مثل عندنا tall طويل taller أطول short قصير ضفنا er shorter أقصر وهكذا it's quicker إنه من الأسرع طبعا it's هي اختصار ل it is إنه من الأسرع to لاحظ buy bus بي الحافلة أو عن طريق الحافلة أو بواسطة الحافلة يعني الباس إذن نستخدم go دائما نقتل مع بعض go buy bus إذن يذهب بالحافلة إذن نختار go it's quicker to go buy bus our plane gets goes takes off in half an hour لاحظ in half an hour يعني في غضون نصف ساعة يعني في نصف ساعة نحفظها in half طبعا لأل ما تلفظ لننقلها half in half an hour في غضون نصف ساعة لاحظ نستخدم gets goes takes لكن عندنا off نستخدم بهذا الحالة takes off takes off بمعنى تقلع يعني تطير our plane takes off يعني تقلع طائرتنا في قضون نصف ساعة طبعا هذه أسا المفرد الغاب لماذا لأنه الفاعل plane طائرة مفرد يعني ايت بهذا الحال نضيف أسا المفرد الغاب ودائما الطيران يكون عندنا وقت محدد إذن في نظام معين دائما مع المواقعية المحددة نستخدم المضارع البسيط our plane takes off in half an hour إذن تقلع طائرتنا في غضون نصف ساعة لا نقول هور إذن hour الـ h حرف صامت وإذن l حرف صامت نقول an hour لاحظ نفس الفض hour hour لكن هذه hour ساعة زمنية لكن hour ملكية مثل our plane طائرتنا our car سيارتنا our home منزلنا وهكذا we have our boarding cards so we can go get take through passport control now passport نعرفه جواز السفر control إذن تدقيق الجوازات إذن passport control we have our boarding cards لدينا بطاقات الصعود الصعود للطائر نسميها boarding boarding cards so we can لذلك يمكننا منشوف through إذن استخدم go through يمكننا نمر عبر منطقة تدقيق على الجوازات الآن إذن نستخدم go through يمر عبر we have our boarding cards so we can go through passport control now it goes gets takes an hour to drive to the airport from here دائما نقلنا مع الساعة نستخدم take يعني يستغرق it takes أيضا هذا يسمي فرط غائب يأخذ أو يستغرق ساعة to drive للقيادة to the airport إلى المطار from here من هنا إذن يستغرق ساعة بالقيادة للمطار من هنا لاحظ to the airport إلى المطار from here من هنا it takes an hour to drive to the airport from here نحفظ كلمة airport مطار go get take off نستخدم get off get off معنى ينزل get on يركب get off the bus يعني انزل من الباس at the stop عند الموقف stop معاته موقف before قبل railway station قبل محطة القطار إذن railway station إذن انزل من الباس أو الحافلة عند الموقف قبل محطة القطار get off the bus at the stop before railway station طبعا ننتبه بهذا الجملة استخدمنا hands verb 3 والفعل التصريف الثالث كمان أعلم go تصبح went gone تصريف الثالث gone get got got اذن تصريف الثالث got take took taken اذا تصريف الثالث من take taken لكي نعرف هذا الافعال the number of people going to work has gone got taken down يعني عدد الناس الذاهبين للعمل لاحظ كمية down نستخدم gone down يعني لقد نزل لقد انخفض احنا نعرف go up يصعد او يرتفع go down بمعنى ينزل او ينخفض اذا استخدمنا has gone down the number of people going to work has gone down he has always gone got taken the bus to school he never walks اذا دائما لاحظ the bus اذا نستخدم كلمة taken اذا تصبح has always taken the bus يعني دائما يأخذ الحافلة او يركب الحافلة to school للمدرسة he never walks هو لا يمشي ابدا نذكر بالمضارعة التام طبعا كما قلنا have او has والverb three والفعل بالتصريف الثالث بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن take get go وايضا كلمات تأتي دائما معا نحفظها بشكل بصم نعرف معناها وكيف استخدم باللغة الانجليزية بالتالي احسن من كتابتي وحديثي باللغة الانجليزية بشكل افضل واتكلم بشكل اسرع واكتب بشكل صحيح اتمنى قدمت شيء الفائده اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته